كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات تقريبا بنتكلم فيها النهاردة عن القمح وبنتكلم ان احنا وصلنا يمكن السنة دي ل 10 مليون طن لأول مرة في مصر انتاجيتنا توصل ل 10 مليون طن والأول مرة برضو يكون بيتزرع او زاد 250 الف فدان ربع مليون فدان زاده في زراعة القمح ونقدر نقول ان الفدان الواحد وصلت انتاجيته ولأول مرة برضو 19 اردب وده يمكن حرقنا في تصنيف الدول الاكثر انتاجية وفعلا بقى عندنا جودة جدا في الانتاج وبقى عندنا كمان قدرة على الانتاج اكبر ده ما حصلش يا مصطفى اعتقد بالسهل يمكن خطة طويلة الامد كانت محطوطة بقالها فترة شوان حديثة طريقة الصوامع تحفيز للفلاحين انهم يستمروا في التوريد حتى في ايام العيد كان رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال طول الوقت الامح حتى على مدار العيد وكمان كان بيبقى فيه يا مصطفى يمكن تحفيز وكان فيه مكافئات استثنائية للفلاحين اللي كانوا بيوردوا اثناء العيد علشان لمدة 48 ساعة كانوا علشان يأكدوا على ان ما يحصلش اي نوع من انواع الهادية صحيح انا خليني برضو يعني لو اتكلمنا بلغة الارقام وهي اللغة الاهم لان هي يعني اللي بتقول الفيصل يعني احنا كان عندنا خطة في الدولة او الحكومة المصرية عملت خطة مهمة جدا علشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الامح الكلام ده يا جماعة من بدري من قبل خالص ازمة اوكرانيا ومن قبل خالص ان اللي هند قالت ان انا مش هصدر امحة لأي دولة في العالم احنا وصلنا لعشرة مليون طن عن طريق الخطة دي الخطة دي كانت يعني بناء على ايه؟ انك تزود الاراضي الزراعية اول حاجة انك توصل ل250 الف فدان ده رقم ضخم جدا يعني ربع مليون فدان تاني حاجة انك تزود الصوامع والشوان لان هي دي البنك المركزي بتاع الامح اللي بتحط فيه الامح وتاخده منه توديه للتموين ده واحد اتنين بحب التاريخ انا اوهي بحب التاريخ جدا 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 وخلينا اقول ان الفراعنا اجدادنا الفراعنا دايما كانوا بيحتفلوا باليوم ده ويوم حصاد الامح بالنسبة لهم كان يوم مهم جدا 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 كان عندهم حاجة اسمها عروسة الامح لو تفتكروها الاخواتنا الاقباط ربما بيحطوها على بيوتهم هذه عادة فرعونية قديمة عادة ان احنا نحط نعمل عروسة الامحة ونعمل الشكل الخاص بالسنبلة ده ونحطها على البيوت كنوع من انواع التفاؤل بهذا القادم او الوافد الجديد اللي بيجي لنا في هذا الامح على طريقة الاجداد الفراعنا احنا النهاردة احتفلنا وعلى طريقة اجدادنا وصلنا لكل المحافظات علشان نقلوكوا الصورة شفنا فيها كل السنابل الذهبية اللي تم حصادها قدرنا نوصل لان او نغطي لان كل الاراضي المزروعة في مصر توصل لهذه الصوامع والشوان عشان تبقى محصول استراتيجي او سلعة نقدر ناخد منها طول السنة للمطاحن الخاصة احنا كده القمح اللي تعيده طبعا قدمنا ثلاث ساعات النهاردة اتكلمنا فيهم عن القمح بمشاركة الزملاء محمد الشازلي بسانت سالي سالم جرمين ابراهيم وكريم بيبرس وطبعا مصطفى كفافي